طيب دي حكاة نروح لأخبار مرسل كلها للمدير الفني للنادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة على وضع التشكيل الأساسي للنادي الأهلي وكان من الأسماء اللي مفروض تبقى موجودة في التشكيلة الأساسية أشرف داري أيوة أشرف داري كان هيبقى أساسي في المباراة الأولى للنادي الأهلي على الأهل في السوبر المصر أشرف داري ورم ربيع بس أشرف داري تعرض لإصابة تعرض أشرف داري لإصابة مع النادي الأهلي هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل الخاصة بهذه الإصابة إصابة أشرف داري كانت من الإصابات اللي هي ممكن نقول عليها إجهاد عضلي مش حاجة كبيرة يعني إجهاد عضلي ومعها كان ما في الكاحل بس ده عمل ألأ للجهاز الفني للنادي الأهلي عمل لهم ألأ وقالوا إنه اللاعب هيعمل كاشف طبي غدل إن شاء الله واختبار طبي وبعدها هيحسم مارسي كولر والجهاز الطبي مشاركة اللاعب في كاس السوبر من عدمها دي حكاية طيب علي معلول عزي الأيصر ليه النادي الأهلي واحد من الأسماء الكبيرة التاريخية ليه النادي الأهلي نزل النهاردة ملعب المباراة باللستارز وبدأ يشتغل كورة وبدأ يشتغل في آخر مرحلة للتأهيل بعد الجراحة اللي عملها في وطر أكيلس دكتور أحمد جبالله طبيب النادي الأهلي قال إن معلول بدأ من اليوم لاتنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد ليه وقال إن معلول عمل تدريبات بالتدريبات جارج والحالة جيدة والحالة ماشى بشكل كويس ده علي معلول ربنا يا ربي يشفيه تصوري وإحساسي وتوقع إن علي معلول هيستمر في النادي الأهلي بقيت عن كل التصريحات اللي حصلت يعني بي بي